كريم الحسيني تحول لأنا كلمة ما بحبهايش بصراحة أنا أسف تحول للترند تحول للكلمة الأكثر رواجا على الإنترنت على مدى الأسبوع اللي فاتت كل دا ليه؟ لأنه قرر بشكل منطقي طريق تفكيره كده إنه حيعمل مشروعه الصغير وحط الفيديو على الإنترنت ودوني أقامتهم عادتش قرر أنه هو هيفتح شنطة العربية ويعمل قهوة كريم مش غريب على المجتمع الفني ولا غريب على المجتمع الصحفي في مصر حمات الأستاذ كريم الحسيني هي الأستاذة أي حد من الأجيال الصحفية لغاية من عشر مثلاً خمسطاشر سنة يعرف مين هي الحجة سعاد رضا اللي كان بيقعد في مكتبها أهم قمم صحافة فيك يا مصر في مؤسسة روزا اليوسف كانت العضو المنتدب لمؤسسة روزا اليوسف وعرفتهم كلهم من هم عائل صغارة لغاية لما بقى هم كتاب وصحفين كبار فهو مش غريب على المجتمع الصحفي ولا غريب على المجتمع الفني ومش عارف زي كان هو كان متوقع يعني اللي حصل ده الهبة اللي حصلت في قشو دي بسبعة ورفية لقاها ولا لأ فقلنا نسأله إزايك يا أساس كريم إزايك يا أساس شريف أخبرك إيه؟ الحمد لله إيه يا عم في إيه؟ كيف أني مش جايب همه معك يعني ولا في إيه؟ والله أنا ما بحبش كلمة تريند وتخضيت لما ده حصل وقفلت تليفوناتي لأن الموضوع طلعها مزعج قوي ومخيف قوي 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 طبعا أنا كنت أتمنى أن أبقى قاعد النهاردة في البرنامج عشان أكلمك عن حاجة لها علاقة بمجالي لإني أنا ابني فجر كبير مهتم جدا بالسوشيال ميديا فهو لما شاف الموضوع ده قال لي يا بابا هم طلعينك تريند عشان الموضوع ده قلت له آه قال لي ولما عملت ساعة الكورونا مسلسل إذاعي من البيت من البيت فعلا من البيت اسمه عمرت أيوب ونزل على السوشيال ميديا وقلب الدنيا ما طلعت تشتريني منه طبعا أنت عملت الفيديو وانت عارف أنه هيتشاف خالص خالص لأن مش أنا اللي عامل الفيديو ده أنا فاتح المشروع ده من كام شهر مع بنت مكافحة جدا لأن أنا يعني أنا ما بنزل من البيت ما برضاش أعمل أهو في البيت أقول إيه ننفع ونستنفع فبعدي على العربية الثانية المرة الجاية الثالثة منهم كانت الرابعة لقيت بنت مكافحة فعطت دردش معها وأنا من 2020 بفكر في الموضوع ده أو بفكر أنه نفتح كافيه أو جيم وطبعا الاتنين ده الأول حاكتين قفلوا في الكورونا قلت لا شكرا ما فيه أنت عصول حسس أنه العمل الفني أو العمل الإعلامي مش هيساعدك لا هو عموما هو مش مستقر حتى لنجوم الصف الأول وهم دايما الناس بتفكر في مشاريع كده وبيفتحوا كافيهات وبيفتحوا محلات لبس بس يمكن الموضوع خض الناس وأنا ما كنتش أقصد طبعا لأن الموضوع جيب بعفوية شديدة جدا وأنا لو كنت قصد أطلعت لندا أنا ومراتي في حلقة الفالنتين وقلنا يعني اتسألت سؤال مباشر مراتي قالولها تنصحي كريم يشتغل شغلانة تانية أو طلبت منك كده قلتلهم لا عمري طبعا فكان ممكن أفجر الموضوع ده ساعتها طب الشغلانة دي إرشاها كويس يعني؟ بتجيب بنزين بتجيب بنزين؟ لأن أنا فتحوا مع البنت اللي أنا مشاركها هي بعربيتها وأنا بمكانة الأهوة لأننا لما قابلتها أو أنت جبت لها مكنة الأهوة وهي دخلت بالعربيت أو لأننا لما قابلتها قلت لأنا مأجرة أنا مأجرة العربية لا مأجرة العربية بالماكنة ونيف سأفتح المشروع ده وطلعه أنا والله والله وأنا كمان طب يلا إيدي على كتفك وعملنا الموضوع ده اللي صور بقى الفيديو ده بقى موضوع تاني ده بنوتا كانت جاية فبتقولي حضراتك بتصور فيلم قلت لها لأ أنا بعمل عايت لي ده بتهزر حضر قلت لها والله عادي بقى عايت لي صورك بقى طب قول كلمة فقلتك كلمة فحصلت فكرة إنه هو يعني هو ده طبيعي إحنا بس خلينا برضه نعترف إحنا عندنا نوع من العنصرية تجاه أنواع شغل إحنا كمجتمع عندنا مشكلة